في كل الأحوال النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة في كلام كتير على وجود بعض الأفراد وترشحات داخل الجهاز المعاون لكولر المدير الفني للنادي الأهلي لكن كولر رافض الفكرة ورافض أن يكون فيه أي تدخلات من جنب الإدارة خلال الفترة المقبلة الأزمة أن كولر شايف أن محدش يدخل فيه الجهاز المعاون وأن محدش حييجي يقوله من أي مدرب سواء جديد أو أي مدرب ممكن ينضم للجهاز المعاون ممكن يكون لي رأي خلال الفترة المقبلة اللي برضو من ضمن المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها وهي انضمام برونو سابيو والتعاقد معاه دلوقتي الخبر اللي هقوله لك خاص ببرونو سابيو أن النادي الأهلي بيفكر أنه يعني بيسوى اللاعب اللاعب طبعا عنده أزمة من ساعة ما تم استبعاده من قيمة مونديال الأندية وبالتالي ما بيتمش الاعتماد عليه كولر طلع قال في آخر مؤتمر صحفي سؤل فيه عن برونو سابيو قال فيه أن هو مش جاهز لكن هيكون لي دور خلال الفترة اللي جاية في الوقت اللي سابيو طبعا رافض مسألة استبعاده وبالتالي فيه اتجاه لي أن يكون فيه تسويقه خلال الفترة اللي جاية معنا من